السلام عليكم وحياكم معنا في سلسلة جديدة اسمها الاستعراض الأخير أو السوبر بريفيو والفكرة هي أننا نقدم استعراض ضخم لكل لعبة كبيرة ومنتظرة قبل أسبوع من إطلاقها إذا تعرف اللعبة من قبل بنحمسك أكثر وإذا ما تعرفها بتدخلك أجواءها معنا ونبني حماسك من الصفر الاستعراض بيكون على شكل فقرات رئيسية سريعة خفيفة فخلونا نبدأ أولاً وش سالفة اللعبة؟ اللعبة من نوع أكشن ومغامرات وتحتوي على طور قصة تقدر تلعبها لحالك والطور جماعي بتوفر لاحقاً في 3 ديسمبر وهي جزء من سلسلة أكبر اسمها Watch Dogs ويتم تطويرها من استديوات يوبسوفت تورانتو وتقوم شركة يوبسوفت العريقة بنشرها وعالم اللعبة مستقبلي ويدخل فيه كثير من الأمور التقنية مثل التحكير والتجسس فإذا هذا جوك تابع معنا لأن حماسك بيزيد هل لها أجزاء سابقة؟ نعم هذه اللعبة لها أجزاء سابقة الجزء الأول حقها صدر في 2013 وكانت تحداثها في مدينة شيكاغو مع البطل إيدن بيرس أما الجزء الثاني كان في مدينة سان فرانسيسكو من بطولة ماركوس هولووي لكن هل لازم تلعب الأجزاء الماضية عشان تلعب هذا الجزء؟ الجواب هو لا تقدرون تستمتعون بالجزء الثالث حتى لو ما جررتوا الأجزاء القديمة السبب الأول لأن الجزء الثالث ما فيه ارتباط كبير بالأجزاء اللي قبله والشيء الثاني اللي يثبت هذا أنهم طلعونا من أمريكا والآن الأحداث صايرة في مدينة لندن على أي جهاز أقدر ألعبها؟ ومتى بتنزل؟ بتقدر تلعبها على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 ولما تنزل أجهزة الجيل الجديد راح تتوفر نسخة على الإكس بوكس سيريس X و S و البلاي ستيشن 5 وهذا النسخة حق الجيل الجديد تقدر تأخذها بشكل مجاني لو شريت نسخة الجيل الحالي وطبعا اللعبة بتنزل أيضا على البي سي وبتصدر اللعبة رسميا في الأسواق العربية في 29 أكتوبر الآن بنتعمق أكثر في اللعبة وبنبدأ بقصتها تبدأ أحداث اللعبة في حدوث انفجارات مختلفة في مدينة لندن اللي نسبها واحد اسمه Zero Day إلى جماعة التهكير Dead Sec ومن هنا تبدأ الحكومة البريطانية بالاعتماد على شركة الأمن Alpine حتى تشدد من الحس الأمني في مدينة لندن ورح نشوف هذه الشركة تستغل هذا الموقف وتقوم تتمادة على عامة الناس في مدينة لندن فأنت مع قروب الـ Dead Sec رح تحاولون باسترداد لندن لكن كيف رح تستردها؟ طبعا رح تسويها عن طريق تقدمك في أحداث القصة والعامل الأساسي اللي هو أنك تقدر توظف أي شخص تشوفه يتماشى في شوارع لندن وتقدر تخليه ينضم معاك إلى الـ Dead Sec طبعا الأعداء اللي رح تواجههم باللعبة ما رح ينحدون بس عن شركة الأمن Alpine فبيكون عندك عصابة متحكمة في جزء من منطقة لندن وتخصصهم هون متاجرة بالبشر وأعضاءهم الداخلية وعندك أيضا رئيسة شركة تقنية عندها جهاز تخلي الناس يعيشون حياة افتراضية عن طريق زرع جهاز كميوتر في عقولهم وأخيرا الشخص الغامض اللي يسمي نفسه Zero Day اللي يحطك في الموقف الخايس هذا من الأساس ننتقل الآن لأسلوب اللعب اللعبة بالنوع التصويب من المنظور الشخص الثالث وتدور أحداثها في عالم مفتوح وهي مدينة لندن وعندك فيها الحرية أنك تاخذ الأمور بشكل همجي وتهاجم بشكل أكشني بمساعدة أدوات كثيرة مثل الدرونز أو إذا حبيت ممكن تلعبها بأسلوب هادي أكثر وتعتمد على المهارات التجسس والتهكير ومثل ما ذكرت في جزئية القصة توظيف الناس معك عامل مرة مهم وكل شخصية تمضم لك رح تختار لهم أحد من ثلاث ثيات معينة وهم الانفورسر، انفلتريتر، وهاكر كلهم طبعا عندهم نفس الأساس من ناحية القتال والتخفي لكن كل ثئة رح تكون عندها مهارات خاصة زي الانفورسر اللي رح يركز على القتال بشكل رئيسي وبيكون عندهم أسلحة متفجرة ويمديهم يزرعون قنابل كلاس الانفلتريتر، بيركزون بشكل رئيسي على التجسس وبيكون عندهم مهارات مثل AR Cloak اللي بتخليهم يختفون تماما لفترة معينة وأخيرا الهاكر، هذا اللي يعتمد على التخفي لكن يركز على التحكم بالروبوتات مثل انك تتحكم بدرونز وترسلها أو تتحكم في روبوتات على شكل عنكبوت وتخليهم يدخلون المكان ويهكرونه بدون ما تدخلها انت تماما طبعا كل كلاس له خصائص أكثر لكن هذه هي اللي نعرفها الآن قبل لا تنزل اللعبة شيء ثاني بتلاحظون انه على حسب الشخصية اللي رح تضمها رح تلقوم فيها تغييرات في اسلوب القتال وبعض الأدوات اللي يستعملونها فمثل رجل الإسعاف بيقعد يسعق الناس بجهاز الانعاش ولا البناي بيقعد يخبط الناس بالمطرقة فعاد لكم تفكرون من انواع الاستهبال اللي ممكن نشوفها في كل واحد واستعمالاته على حسب وظيفته بيكون أيضا عندك خيار باللعبة بيخليك تلعبها بنظام البرمديث بحيث إذا ماتت شخصية تموت للأبد ولا تقدر تسترجعها بس هذا الخيار موفر لك ويمديك تلعبها بطريقة تخلي محد يموت فإذا فشلت في مهمة الشخصية اللي ماتت ما رح تكون قابلة لللعب لفترة معينة وبعدها تقدر تختارها بنتكلم الآن عن الشبكة واللعب الجماعي خصوصا لللي ما يحبون يلعبون لحالهم مثل الأجزاء السابقة اللعبة بتدعم اللعب الجماعي والتنافسي وفيها أطوار أكثر من أي جزء سابق ورح تتوفر أطوار الانلاين في 3 ديسمبر فعندنا طور الانفاجن المحبوب من عشاق السلسلة اللي عن طريقه رح تهاول تهكر جوال لاعب ثاني عن طريق الشبكة وانت لازم تكون قريب منه وخصمك لازم يقعد ينظر في البيئة من حوله حتى يعرف من جالس يهكر جواله والفريق أيضا رح يقدم طور تعاوني جديد حتى أربع لاعبين وبيكون فيه مهمات تتطلب تواصل وتخطيط بينك وبين أعضاء فريقك واسم هذا الطور تاكتكل أوبس واحدة الطور عندنا هو سبايدر بوت أرينا اللي فيه رح تقاتل لاعبين آخرين عن طريق تحكمك في عنكبوت روبوتي القتال رح يكون في حلبات والأسلحة رح تطلع في نص الخريطة فأحرص أنك تأخذها بسرعة وتدمر باقي العناكب الآن بنتكلم عن معدل الحماس وهذه هي الفقرة الختامية وفيها بنعلمكم معدل حماسنا للعبة في ترو جيمينج وبيكون المعدل على خمس مستويات زي ما يظهر أمامكم أما اختيارنا هالمرة لمعدل حماسنا للعبة واتش دوغز ليجين فبيكون ممولع وبكذا نكون ختمنا فقرتنا جديدة عطونا رأيكم فيها ولا تنسون الأسبوع القادم بتكون مراجعتنا النهائية وتقييمنا للعبة موجود على القناة نشوفكم على الخير كم معكم نوف من غموش يضطكم العافية على المتابعة ومع السلامة